احبائي واحنا بنتابع الحلقات بتاعت بيت الله هل الله بالرغم من حبه الشديد لشعبه وأشوائه للسكن في وسط البشر يرضى في يوم الأيام إن بيته على الأرض يتهدم يتحرق هل هيغادر البيت هل هيفارق الشعب مرحلة اسمها السبي هل السبي ده قادم بلا إنذار ولا الأنبياء حذروا الشعب ويترى هل الشعب استجاب للتحذيرات ولا لا تساؤلات كتيرة بتدور تعالوا نشوف إجابتها في الحلقة النهاردة أهلا بيكو أحبائي في رحلة بيت الله شفنا في الأسابيع السابقة الله بيعلن عن أشوائه في سفر التكوين لكن لسه ملهوش بيت على الأرض وفي سفر الخروج يؤسس البيت وفي سفر لويين يؤسس نظام الكهنوت لحفظ الشركة وفي سفر رعوث يستخدم مجيء رعوث لبناء وتأسيس نظام الملوك اللي هيبقى داود أول ملك رائع بحسب قلب الله وفي سفر ساموئيل الأول بنشوف انهيار الكهنوت لكن الله هو بيعمل في وسط الانهيار لإقامة النظام الثالث نظام الأنبياء اللي هيشتغلوا مع الكهنة والملوك عشان خطر حفظ الشركة بين الله والشعب ومستمرة عشان كده احنا بنشوف ثلاث أنظمة في بيت الله الملك النبي الكاهن سابقا كان الكاهن فقط وكان نظام الكهنوت مسؤول عن حفظ الشركة لكنه سقط عشان كده الله أقام نظام الملوك ونظام الأنبياء بس الملوك خدوا الدور الأول والأنبياء والكهنة يغضعون للملك لأن الملك خاضع لكلمة الله لكن بمجرد ما يظهر ملك شرير بيقطع الشركة بين الله والشعب فورا كان واحد من الأنبياء الرائعين العايشين في الوقت ده هو اللي بيتحمل المسئولية عشان يرد الشركة تاني وشفنا كده في حزاقية في المملكة الجنوبية أخاب مكانش متفاهم مع إليه لكن الملك حزاقية كان متفاهم جدا مع أشعياء كانت علاقتهم رائعة عش كده سببوا رد للشعب تاني للشركة مع الله وهكذا الأمور تستمر في أصفار الأخبار وأصفار الملوك بنشوف تذبزه بالحالة سواء ارتفاعا أو انحضارا حسب حال القادة إلى أن وصلنا إلى المرحلة القاسية جدا الملك شرير جدا صدقية لما ادلوا سفر الشريعة اللي المفروض يعمل نسخة يكتبها بخط إيده احتراما لكلمة الله احتراما للشريعة عشان خاطر يعلن التزامه وتعهده بالحكم بناء على الشريعة الإلهية الكتاب يقول أن حزاقية مسك سفر الشريعة وقطعه بالمبراء اللي هي مطوى اللي بيفسح بها الخطابات اللي بتجيله ورما في الكنون المكان اللي فيه نار منتهى الاحتقار لكلمة الله قادة يحتقرون كلمة الله مع أنهم قادة جالسين على كرسي الرب احنا اتفقنا أن في أخبار أيام التاني 29 كرسي داود اسمه كرسي الرب انت هنا بتحكم لأن الله أجلسك في هذا الكرسي انت هنا بتحكم بكلمة الله لأن الله هو لديك هذا الانتياز يعبروا عن احتقارهم ورفضهم بطريقة مهولة طيب يمكن الكهنة حلوين لا الكتاب يقول لنا في أرمية أربعة وأرمية خمسة والكهنة اللي كانوا في الوقت دا ناجسين للدرجة قبلوا أن كل الألهة الوثنية اللي موجودة في وسط الأمم تيجي تعبد في وسط شعب الله اللي المفروض يعبد الله وحده اللي عنده وصية اسمع يا اسرائيل الرب وإلهك رب واحد يهوى إلهيم يهوى أحد للأسف جابوا الكموش وملكم من عمون ومؤاب وجابوا البعل وجابوا العشتروس والكتاب يقول تنجسوا بكل رجاسات الأمم طب الأنبياء النبي الطقي اللي خايف الله اللي بيتكلم بكل جرأة ويحذر بكل قسوة أشعياء نشروه التاريخ يقول إن منسة الرديء الملك نشر أشعياء في العبرانين أصح 11 بيتكلم عن هؤلاء الأبطال يقول نشروا رجموا طب أرمية اللي بيتكلم أيام صدقية صدقية قال له أنت بتثبت عزيمة الشعب لما تقول السبي جاي أنت راجل خائن ملك شرير خائن وبيتهم النبي الوحيد الصادق إنه خائن فرموه في الوحل في جب مليان وحل بيأكلوه إيش نشفه مياه قدي اللي معاه كلمة الله مرفوض طب والشعب يمكن الشعب بيحب ربنا لا وشعبي هكذا أحب أرمية قول كده يبا الملك قطع كلمة الله ورمها في الكانون في مكان فيه نار يعني موقد والأنبياء النبي الحقيقي أرمية رموه في الجب في الوحل مرفوض طب والأنبياء الكذا با أه ده الوحيدين راحتهم أرمية قول لهم نبو خز نصر جاي أرمية بيقول لهم أنا شايف جيوش وهي جاية أسرع من النصور خيله أسرع من النصور وشايفهم هما جايين يصطفوا حوالين المدينة وشايف اللي هيحصل في المدينة من سقوط وانهيار ومن سبق والقتل اللي هيتم في وسط شعب الله الأنبياء الكذا بيقولولوا أنت كداب لا 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 ما تصدقوش يا شعب الله ربنا بيقول لكم سلام سلام ما تخافوش عارفين بيقولوا للشعب إيه سلام ولجاي حرب ليه كدابين مأجورين أصل بيقولوا اللي عايزوا الملك أصل جلالة الملك بيأمرهم أنت تقول كذا ما تقولش كذا أدول مش أنبياء مخلصين للرب وأرميها تكلم عنهم بيقول الرب بيقول أنا ما بعتش الأنبياء دول هم جروا لم أرسلهم لو وقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي أنبياء كذا با الكهنة نجسين وشعبها كذا أحب الانهيار التام هتعمل اي يا رب في حزن عميق الله يغادر البيت أول عشر أصححات في سفر حسقيا لزي ما اتكلمنا سابقا الله يغادر ببطء شديد مالك يا رب حزين كنت أتمنى أن شعبي يقدر امتياز سكني في وسطه كنت أتمنى أن شعبي يتمتع بالبركات ده أنا عملا حزاره من السبي اللي جاي مش بيستجيم ويغادر ويأتي نبو خزنصر ويحاصر المدينة ويأتي في السبي البابلي سبي المملكة الجنوبية على ثلاث مراحل في المرحلة الأخيرة أحرقوا بيت الله يعني أحرقوا بيت الله يعني المشروع الإلهي المهول اللي من قبل تأسيس العالم إلا الله بيرتم إنه يسكن في الأرض ويقيم كل هذه الأنظمة عشان خطر يكون في وسط شعبه في علاقة عميقة بينه وبين شعبه المشروع ده ينهار آه ليه لأنه بتحط مسئولية في يد الإنسان والإنسان مهما استلم من مسئوليات حتى لو كان جاد جدا في البداية مرات كتير بنكون بنستلم المسئولية بنكون جدين جدا وحرسين جدا وفيه غيرة وحماثة وبعد كده ننهار وده اللي بنشوفه في تاريخ الملوك أخيرا الملك الأخير يحرق كلمة الله يمزق سفر الشريعة ويرميه في الكانون الأنبياء إلى هذه الدرجة النبي الصادق يعمل بهذه الطريقة الشعب انت فرحان بالنجاسة انت في وسطك إله كدوس إله معتز في القداسة ده القداسة هي جماله ده القداسة كلمة تعني الجمال تعني الرقي والسمو هو ده اللي انت عايزه يا شعب الله آه طب هتحتمل يا شعب الله مفيش حاجة هتحصل مفيش قضاء هتم دول ده إرمية كداب وأشعياء كداب وأشعياء نشرناه وإرمية هنعيشه في الوحل طب ولما أتى نبو خزنصر وأحرق البيت ودمر أورشاليم تماماً وشق بطون الحوامل وقتل الأطفال والشباب أرمية كان بيحذرهم بيقولهم أوعوا تفتكروا إن هيك اللي ربنا هيحميكم لأنهم كانوا يقولوا إيه هيك للربي هيك للربي هيك للربي هو ده إحنا هندخل نحتمي في هيك ربنا وربنا لا يمكن يسمح إن إحنا نتقتل أو بيته يتضمر خيالات وأكذيب وأوهام تسيطر على شعب عايسش في النجاسة وطالب الحماية الإلهية لا يمكن ده مستحيل يا أحبائي ده مستحيل وجاء نبو خزنصر وأحرق البيت وحصلت حاجة مؤلمة جداً رجع الله إلى مسكنه السماوي الأبدي الدائم وانتهت قصة بيت لله على الأرض وانتهت الشركة بين الله وبين الشعب وانتهت ما يسمى بالشهادة الجماعية يعني هي الشهادة الجماعية شعب يشهد لله شعب يشهد الفرق في يوم الأيام كان إبراهيم يشهد بس هي رأيكم لما يكون إبراهيم بيشهد ده فرد بيشهد لكن هي رأيكم لما يكون شعب ملايين بيشهدوا لله يا رأيكم لما يكون واحد بيرنم لا ملايين بيرنموا هما خارجين من أرض مصر العدد تقريباً من 2 مليون لستة مليون الشرح يقولوا كده تقريباً من 2 لستة مليون قولوا 2 مليون ايه رأيكم 2 مليون خارجين من أرض مصر حينئذن رنم شعب إسرائيل 2 مليون بيرنموا 2 مليون بيهتفوا 5 مليون بيهتفوا 10 مليون بيمجدوا الله تقريباً تعداد المملكة أيام داود غالباً في أكتر من 10 مليون قوة الشهادة الجماعية أحباي قوة مهولة غير قوة الشهادة الفردية لما يكون واحد بس بيشهد ممكن يقع ممكن ينهار ينهار بسهولة إلي في يوم الأيام وقف هو الشاهد الوحيد لله في المملكة الشمالية مملكة شهادة فردية انهار آه خاف من إيزابر ومضى لأجل نفسه وهرب لكن ايه رأيكم لما يكون شعب بيشهد 10 مليون يقدروا يهربوا عشان حد يخوفهم لا ما يدروش فانتهت الشهادة الجماعية وبدأ دور الشهادة الفردية وده لها نشوفه في فترة السبي في الحلقات القادمة وانتهى حلم جميل كان في أزهان كل الأطقياء وسط شعب الله ايه الله ساكن وسطينا المجد جاء إلى أرضنا العيشة في القداسة العيشة في التقوى العيشة في سلام إلهي العيشة في أمان في حماية إلهية في نصر إلهية كل ده انتهى تماما ومكانه الحرق والقتل والتدمير والسبي ويتاخدوا الأسر تتباع في أسواق العبيد في أسواق النخاسة الأسرة الأب اللي يتباع في بابل والأم اللي تتباع في قرام والولاد اللي يتباعه في الحتة الفلانية وتتمزق الأسر ويتمزق هذا الشعب ليه يا شعب الله عملت كده عشان خاطر مرضتش التوب عن خطيك حل هي دي المكافأة اللي كنت تتوقحها ما انت عارف إلهي القدوس ما انت من أول التاريخ وانت تعرف عن إلهك انه قدوس وانت بتقرأ التاريخ انت شايف الله لا يمكن يرضى بالنجاسة هل بالرغم من كل كده توافق على الاستمرار في النجاسة ما تعلمتش من الدروس السابقة يا ملوك إسرائيل يا ملوك يهوزة ما تعلمتوش من الدروس السابقة يا صدقية يا هويكين يا هويقيم ما تعلمتوش من اللي حصل في منصة ما تعلمتوش يا انبياء يا كذبة من اللي حصل في الانبياء القذب السابقين ما تعلمتوش يا كهنة يا نكسين من الكهنة السابقين النجسين ما تعلمتوش يا شعب الله ما تعلمتش من المملكة الشمالية من العشر اصباط للأسف الرب يتكلم مع ارمية يقول له شايف المملكة الشمالية خانتني ازاي وانا سلمتهم لأشور واختها الخائنة يهوزة على مملكة الجنوبية شايف عدم احترامها ليا انا برضو هسلمها للسبي وارمية عملا يحذر ما ننتبهش للتحذيرات عشان كده انتهى حلم جميل برحيل الله وارجوعه الى السماء وحرق بيت الله يا حباية واحنا بنرى هذه القصة الجميلة في البداية المحزنة جدا في النهاية مع حرق البيت احنا بنتعلم درسة عن الله انه إله قدوس هو لا يمكن يتنازل عن القداسة لا يمكن يتنازل عن البر لنحذر يا احبائي لنحذر في الرسالة للعبرانين اية جميلة بيكتبسها من العهد القديم إلهنا ما شاء الله إلهنا اللي احنا بنعبده نار أكلة نار أكلة لا يحتمل الشر عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر كتاب يقول عنه ينسب للملائكة حماقة فكان بالحرية لما يكون شعبه وعايش في النجاسة لا يحتمل الشر ده رقم واحد طب ما عنده نعمة وعنده رحمة آه لكن رحمته نعمته متزنة مع قداسته لا يمكن قداسته تكون ضد النعمة ولا يمكن النعمة تضغي على حساب القداسة لا يمكن ده إله غير متزن ده إله صفاته متضربة ده مش إلهنا إلهنا عظيم إلهنا مجيد إلهنا كل صفاته متناسقة كل صفاته تعمل معا بانسجام طيب مش ممكن يرحم الشعب آه يرحمهم بس على الأساس من التوبة يعني يعني لازم يتوبوا لازم يرجعوا عن خطياتهم عش كده أحبائي إحنا بنتعلم دروس قوية جدا في حياتنا لنحذر من القطية لنحذر من الشر لنحذر إن إحنا نتهاول أو نستهتر بقداسة إلهنا درس تاني أحبائي أحيانا لما منشوف أحوال شعب الله ضعيفة منحدرة نحب ننعزل بنفسنا أو أعتقد إن الله يحب وضعك الفردي لا الله يحب الوضع الجماعي الله عايز شعب الله عايز أمة طيب بس الشعب منحدر طيب ما أنت أحد أسباب الإنحذار ليه ما اكتهدتش بكل قوة للصلاة وللصوم وللبكة من أجل هذا الشعب ليه ما بازلتش كل جهد وكل طاقة عشان انت عارف إن الله بيحب شعبه الله بيحب كنسته ما تبزل أقصى جهد ما تبزل أعصابك عشان خاطر تخدم شعب الله عشان خاطر ما تبقاش لوحدك الله يحب الشهادة الجماعية ممكن تكون فيه شهادة فردية آه لكن مش ده رقم واحد دي في الحالات الطارقة لما ينهار الشعب تماما يشوف حسقيال في أمانته الفردية وهو في السبي يشوف دانيال في أمانته الفردية لكن الله يشتق إلى ما هو أعظم ايه شعب يسكن في وسطه عش كده يا حبائي احذروا للدرسين اللي في المنتهى الأهمية قداسة الله رقم واحد رقم اتنين الله يحب شعب يحب أفراد نعم ويشجع الأمانة الفردية نعم لكن الله يحب الأمانة الجماعية رب معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة